بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ننتقل للدرس الخامس والعشرون الرحمة كلنا نعلم بأن الإسلام هو دين الأخلاق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الأخلاق وقد جاءت الكثير من الآيات والأحاديث التي تعنى بالخلق وكذلك خلق الرحمة جاءت آيات وأحاديث كثيرة تدعو وتحث المسلم على المعاملة بالرحمة والرأفة واللين بل جعلها الإسلام أسلوبا من أساليب الدعوة فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وقد قال الله تعالى مبينا رحمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وسنتعرف في هذا الدرس على مفهوم الرحمة وعلى الآثار المترتبة على التحلي بهذا الخلق في الدنيا والآخرة وسنذكر أيضا بعضا من مواقف رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بداية أتأمل الصور وأستنتج مظاهر الرحمة الواردة في الصور الصورة الأولى تظهر رحمة الإنسان بالحيوان في تقديم الطعام للقطة الصورة الثانية تظهر رحمة الحيوان بالحيوان فالأم هنا تقوم بإطعام صغارها الصورة الثالثة تظهر رحمة الإنسان بالإنسان فهنا أحد المواطنين يقوم بتقديم الماء لعامل الوطن نشاط واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريض استخرج من الحديث النبو الشريف أربع من أصناف الناس أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم برحمتهم ومراعاة أحوالهم واحد الصغير اثنين الكبير ثلاث الضعيف أربع المريض أهمية الرحمة وفوائدها للرحمة فوائد تعود بالخير على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة أولا الفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى ورضا فالإنسان المسلم الذي يتصف بالرحمة في معاملته مع الناس والآخرين والحيوان والنبات يفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى ويرضى الله عنه وبالتالي محبة الناس لمن يرحمهم فالناس عندما تتعامل مع بعض برحمة ورفق ولين تسود المحبة والمودة بين أبناء المجتمع ثلاث محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمتراحمين فمن يحبه الله سبحانه وتعالى يحبه النبي عليه الصلاة والسلام أربع انتشار الخير بين الناس وقد ذكرنا في النقطة السابقة بأنه يسود المحبة والتراحم والتآلف بين الناس فبالتالي ينتشر الخير بين الناس نشاط اتنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم استنتج أنا ومجموعة ما يرشد إليه الحديث النبو الشريف أن يرحم الإنسان أخيه حتى يرحمنا الله ويغفر لنا مواقف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر هنا الموقف الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة فتظهر رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في غير المسلمين بأنه لم يدعو عليهم الموقف الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته وسمع صوت بكاء صبي صغير فإنه يخفف في الصلاة ولا يطيل بها وذلك رحمة بالطفل وأمه ونذكر هنا أيضا في معلومة إثرائية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطف على الأطفال ومن ذلك أمامة بنت زينب التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته فيحملها على عنقه فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها فمواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في إظهاره لخلق الرحمة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى فقد كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالمسلمين وغير المسلمين يعطف على الصغير وعلى الكبير كان رحيما مع الشيخ مع الرجل مع الإمرأة مع الطفل مع الصبي مع الحيوان مع النبات فكلنا نذكر الشجرة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عندها حتى يخطب وبعد أن استحدث المسلمون المنبر إذ سمع المسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم صوت أنين فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أنين الشجرة فنزل عليه الصلاة والسلام عن منبره وذهب ليحضن الشجرة ويخفف عنها حزنها عليه أفضل الصلاة والسلام نشاط ثلاثة استنتج مصهوم الرحمة وأكتبه في دفري من خلال المواقف الصابقة التي تعرفنا بها على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم نستنتج بأن الرحمة هي خلق إسلامي يعني الرأفة ورصة القلب التي تدفع الإنسان لمساعدة من حوله نشاط أربعة أصنف أنا ومجموعة السلوكات الآتية في الجدول بوضع إشارة صح في المكان المناسب واحد يحب خالد الأطفال ويرفق بهم سلوك رحمة اثنين يحرص سعيد دائما على مساعدة جاره سلوك رحمة تلات تشتم حنان خادمتها في المنزل سلوك قسوة أربعة يكلف سمير العمال بأعمال كثيرة وشاقة سلوك قسوة خمسة يزور محمود والديه دائما ويحسن إليه ما سلوك رحمة ستة ترفق زينب بالضعفاء سلوك رحمة النشاط البيت قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أتأمل الآية الكريمة السابقة وأستخرج منها مظهرا من مظاهر رحمة الله تعالى وأدونه في دفتري مظهر الرحمة الوارد في الآية خلق الله تعالى الليلة للراحة والنهار للعمل والعبادة اختبر معلوماتي صفحة 89 السؤال الأول للرحمة فوائد كثيرة أذكر منها فائدتين ألف الفوز بمحبة الله تعالى با انتشار الخير بين الناس السؤال الثاني أضع كلمة صحيح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي ألف أمرنا الإسلام بمراعاة أحوال الناس والرحمة بهم صحيح با المسلم الذي يتصف بالرحمة يحبه الله تعالى ويحبه الناس صحيح جيم من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين أنه كان يدعو لهم بالهداية صحيح دال الرحمة تؤدي إلى نشر العداوة بين الناس خطأ السؤال الثالث أذكر موقفا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على رحمته وهنا لك الخيار عزيز الطالب في اختيار أي من المواقف الموجودة في الكتاب أو إحدى المواقف التالية الموقف الأول عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوت أنين الجذع الذي كان يقف عنده ويخطب فنزل عن منبره وحضن الجذع الموقف الثاني عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بستانا فإذا فيه جمل فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومسح عليه حتى سكن فقال لمن هذا الجمل فجاء فتا من الأنصار وقال لي يا رسول الله فقال له أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى لي أنك تجيعه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر